مين معنا يا جماعة؟ طيب لحد ما يكون معنا مين معنا؟ الأستاذ فتحي سند الناقض الرياضي مساء الخير يا أستاذ فتحي مساء الخير يا أستاذ رميس أهلا بحضرتك ومستهد المشاهدين تأخرت تصريحات حسام حسن كنا منتظرينها بدري مش كده؟ هي يعني لو أنا بدري مش هتختلف عن دلوقتي أيه بس متعودين عليه معاه على الشغب يعني في يعني التوقيت بقى إيه أهميته؟ التوقيت لأنه هو طبعا من دنيا كلها رايحة للأهل والزمالك في الدولة الأبطال وفي الكنفردالية الشارع الإعلام والشارع الجماهيري مشغول بالأهل والزمالك اتحاد القورة مش قادر يوفر لحسن حسن أو يطلع قرار أو يحدد ملامح مرحلة الإعداد اللي جاية فيه تخبط بشأن حتى مباريات كاس مصر دولة 32 و29 المعسكر حيبدأ يوم 28 اتحاد القورة بيوصي تعني اللعيب الدوليين ملعبوش مع الهندية بتاعتهم اللي عمل مشكلة فهو فيه اخبطة بالموضوع فهو التوقيت ومع ذلك برضو تحادق كنا لسه محددش الموقف إيه وإزاي بيقول الهندية ملتعوش الدوليين اللي عمله مشكلة وبعط له مذكرة طبعا بي يعني اللي هو مش سديد فطبعا حسن حسن أنا شاف أنه هو معزور في كل الكلام اللي قاله حسن 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 معزور ولا بيسبق يا أستاذ فتحي يعني هو بيسبق قبل المباراة عشان يقولك بقولك ايه لو معرفتش اوصل كاس العالم أنا ما وعدتكوش بحاجة لا لا إصلاقا يعني أنا شايف أنه لو بسيط حضرتك للدولة العام والإزقائبة اللي موجودة بتاعت حسن حسن حتى أن حتى أفضل اللاعيبة اللي هو حص هنا وعليهم ياما مصابين ياما مصاب متراجع يعني بنا في ذلك محمد الشناوي إذا كان أحمد حجازي إذا كان إمام عشور إذا كان مروان إذا كان مغموعة ديرة جدا جدا من اللاعيبة إذا كان فتوح إذا كان الوينش يعني حسن حسن فعلا بيعاني إذا كان زيزو يعني كل الناس ياما مصاب المهاردة ياما راجع من الإصابات وبعدين الدوري الدوري جهناني يعني إذا إحنا قدام ظاهرة يعني كونية غير موجودة في أي مكان في العالم وعلى فكرة كل ما يعد الوقت قرب بداية وعسكة المنتخب حسنها حضرتك ياما لعيبة أساسيين بيسقطوا من الإجهاد وإصابات ياما مصابين بيتراجع فأنا يعني الظروف كلها المهاردة ضد حسن حسن هم هم بيستباشي لكنهم يرصد واقع وأنا شايف أن الواقع فعلا واقع اللعيم المصري والدوري المصري واقع مؤلم جدا لأنه دوري مضغوط وفي نفس دوري غير منظم والأهل والزمانة في ظل هذه الأجواء مجمولة في التلطين كل الأضواء بحالهم ما فيش حاجة راحة للمنتخب لأن اتحاد الكورة نفسه مش قادر يوفل المنتخب هذه الأجواء طيب أنا حرجع تاني للأجندة اللي هي الأجندة الغريبة طبعا بتاعت الكورة المصرية والدوري المصري اللي لا بنعرف بيبتدي امتى ولا بنعرف بينتهي امتى بالإضافة لللعب في أفريقيا بس هو دا مش هو دا اللي بيحصل لكل الفرق فيه في أفريقيا لدينا أجندة أفريقية معروفة سواء لدوري أبطال أفريقيا أو للكونفدرالية الأجندات دي معروفة ليه ما يتمش تنظيم الأمور خاصة أن كل الأجندات واضحة ومعروفة من قبل حضرتك سألت سؤال أرجو أنه دا يكون السؤال الأخير جميع الدول الأفريقية عندها نفس الالتزامات الموجودة عند الكرة المصرية بما في ذلك شمال إفريقيا كلهم جزالوا مغرب وتونس الدولة عندهم يكاد ماشي بانتظام الشديد جدا موزنبيق وبولكينا فاسو والدول دي وباروب إفريقيا كل الدولة فيهم زينا لكن احنا نظام التدليل ونظام التأجيل ونظام عدم الالتزام ومسألة أنه هو يعني الدولة بيتأجل كتير فالدنيا بتتككب وبتبقى فيها نوع من عدم الالتزام الساد بتتكلم عنه ودي مسألة يعني تخص اتحاد كرة القدم وردت دم بيها بسيط بس مفيش دولة في إفريقيا فيها اللي موجودة عندنا في مصر وأنا مسؤول عن كلامي لو سيادتك كلفت حدي من الإعداد وجاب لك جدول الدولة في موزنبيق حتى إيه الدولة ماشي مصبوط عندهم نفس الالتزامات نفس الارتبطات بالعكس ده احنا النعاردة اللي عابتنا بتسافر بسيطات خاصة وبترجح دين يوم الناس دي كلها الأفارقة دول ما بيسافروش خطات خاصة بيتروحوا ويقعدوا في المطارات بس 7 و 8 ساعات وهي كدول موجودة ومشية بشكل إيجابي فإحنا قدام مواسم متلاحقة من 5 سنين فشل اتحاده الكورة واللجان المتتالية إنها تحل له وتحدد له ملامة يمشي عليها فالنتيقة المعارضة التركيبة في دماغ حسام حسن اللي لقيت المنتخب لو سيادتك جاولك القيمة بتاعت المنتخب يأما نصها مصاب يأما النص التاني يعني على واشك إنه هو يصاب فإحنا نام مشكلة كبيرة يمكن الناس بتبص لها على إنه حسام حسن أدل بعد التصراحات الساخنة بالعكس يعني حسام حسن أدل أتكلم بمتال هدد شكرا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ فاتحي سند الناقد الرياضي